واحة الكلمات العربية للسنة الرابعة بجدائي الوحدة الثانية الأسبوع الأول الضواهر اللغوية والتطبيقات الكتابية في الصفحة 45 إذن نبدأ في الصفحة 45 بمادة الصرف التحويل في موضوع الاسم النكرة والمعرف بأل إذن ألاحظ واكتشف أخذتنا مدرستنا إلى المعرض الدولي للنشر والكتاب فكنا ننتقل من رواق إلى رواق ومن عارض إلى عارض فهذا طفل يقرأ كتابا وذاك الطفل يتصفح قصة ألاحظ الكلمات الملونة وأحدد نوع كل كلمة إذن أنواع الكلمة بطبيعة الحال هل هي اسم أم حرف أم فعل إذن طفل اسم كتابا اسم الطفل اسم إذن كلها اسم أحلل إذن أوضح شفعيا الفرق بين طفل والطفل وبين الكتاب وكتابا إذن الفرق هو هو الفرق يتجلى في أمرين في إذن التعريف بأل بالنسبة للطفل والكتاب والتنوين التنوين بالنسبة لكتابا وطفله إذن هذا هو الفرق ألاحظ أنه عندما أقول طفل أو كتابا فهل أقصد طفلا معينا وكتابا معينا؟ طبعا لا يعني لا نقصد إذن لا تدل على شيء معين عندما لا تكون لدينا أل في الكلمة فإننا لا ندل على شيء معين ألاحظ عندما أقول الطفل أو الكتاب فهل أقصد طفلا معينا معروفا وكتابا معينا معروفا؟ نعم إذن هذا هو الفرق بين التعريف والنكر إذن هذا ما سنجده في هذا السنتاج كل اسم منون مجرد من أل لا يدل على شيء معين معروف فهو نكر وكل اسم غير منون مبتدئ بأل يدل على شيء معين فهو معرفة إذن هنا فهذا السنتاج أعطونا كيفش الميز بين النكرات والمعرفة في النص إذن منتقلوا إلى الطبيق وطبقوا أبحثوا في النص القرائي الكنز العظيم عن خمسة نكرات وخمسة معارفة بأل إذن هنا قد نرجع من النص الكنز العظيم إذن هنا دبا هنا بها الطريقة غد نقلبه إذن باش نعرفه إذن واحد الاسم ناكرة بالتنوين وباش نعرفه واحد الاسم معرفة ما عندوش تنوين وعندو أل إذن دبا هنا يغضي نقرأه مدينة إذن هذه ناكرة ساحلية ناكرة جزءا ناكرة المقرأة في كل أسبوع ناكرة كتابا ناكرة إذن هدوها خمسة دي الأسماء ناكرة دبا هنا بشيء نقلبه على خمس أسماء معرفة بأل القانون إذن عندنا هنا مكينش تنوين وعندنا المكتباتين المدينتي إذن مدينتي اسم معرف بالكتب المنازل الموعيد إذن هذه خمس كلمات من كل صنق إذن نعود إلى الطبيق ثانيا أعيد كتابة الفقرة التالية بعد تحويل النكرة إلى معارف والمعارف إلى ناكرة إذن هنا قد نحتاجه واحدة ورقة مستقلة إذن هنا الأول شيء قد نحدده المعرفات المعارف عندنا الفنان معرفة المتحف معرفة الوطني معرفة الكبار معرفة والصغار إذن هذه هدو الكلمات اللي هي معرفة ثم قد نحدده دبا ناكرة ناكرة عندنا هذا اسم نوان كثيرتان معرضان جمهور غفير إذن دبا غرين حاولون أخذوا اللي كان معرفة غير رجعه ناكرة ولكن ناكرة غير رجعه معرفة إذن ماذا سنقول رَسَمُ فَنَّانٌ لَّوَحَاتِ الْكَثِيرَةِ وَأَقَامُ لَهَا الْمَعْرِضَ مَعْرِضَ بِمُتْحَفِينَ إذن هنا لن ناكرة نحن ندير لهم تنوين بمتحفين مغطانيين فَزَارَهُ الْجُمْهُورُ الْغَفِيرُ مِنْ كِبَارٍ وَصِغَارٍ إذن هكذا إذن حولنا النص كل ما كان معرفة أرجع النكرة والعكس الصحيح إذن ننتقل إلى ثالثان أرصد من في الأبيات الشعرية النكرة والمعرفة وما أصنفها في جدول إذن نحن نغلونها فقط إذن اللي معرفة نغلونها بالأخضر إذن هنا المنظر معرفة العرف الأحمر الأحمر هنا لنومي نومي كسلي كسل العمال إذن هذه المعرفة وقد ندونه النكرة بلون مغير إذن النكرة يجب أن يكون منونا إذن تاج عال إذن هتشلك هنا يفض نص هذا البيت الشعرية إذن فقط البقي كلها إسماء إما غير نكرة وإما شيء آخر ده بنتعرف عليه في الحصة في الحلقة إذن أستفيد كل اسم خاص بإنسان ياسر أو بمكان أو بمهر أو بجبل فهو اسم معرفة إذن هنا كنقول اسم عالم اسم عالم فالإسم العالم وخيك منونا يعني لاحظوا هنا ياسير منونا ولكنه هذا اسم شخص فإسم شخص يكون معرف فاش كتبول له واحد الإنسان كتبول له ياسير يعني ركتها كتبول له على شيء حاجة كعرقاء مشي نكرة مشي شيء حاجة مجهولة إذن ننتقل إلى حتى واربعون في موضوع تركيب عناصر الجملة الفعلية الفعل والفعل إذن ألاحظ واكتشيف أقرأ الفقرة التالية وأفصل بين الجمل بوضع هذا الرمز تسلم الطفل الصورة هذه جملة فتوجه بها نحو مختبر مختبر التصوير لتكبيرها هذه جملة أخرى اتفق المصور مع الطفل على مقاس الصورة هذه جملة الثالثة اختار الطفل للصورة إطاراً مزخرة إذن ننتقل إلى الجمل إذن أذكر نوع الجمل التي حدثتها هي جمل فعلية لماذا؟ لأنها تبتلئ بالفعل وأطر شفاهياً الجملتين بإستقلاتها اسم إذن هذا فعل تسلم لأنه يتصرف في الماضي والمضارع الطفل اسم لأنه معرف الصورة اسم لأنه معرف الطفل اسم تسلم فعل الصورة اسم إذن هنا هي نفس الجملة أقارن بين الجملتين وأحدد نوع كل منهما مع تعليل إذن هذه الجملة فهي فعلية وهذه اسمية لماذا اسمية؟ لأنها تبتلئ بإسم وهذه تبتلئ بفعل هذا هو التبرير أحدد الذي قام بفعل التسلم في الجملتين معاً إذن الذي قام بالتسلم هو الطفل في أي الجملتين تقدم الفعل على الذي قام به؟ في الجملة الفعلية أم الإسمية؟ في أي تقدم الفعل إذن الفعل تقدم في الفعلية ما حركة الحرف الآخر في الفاعل؟ إذن الضم إذن الفاعل يكون مرفوعاً إذن هنا في الجملة الفاعل هو الطفل ولكن هنا يعتبره ضمير مستثير جوازاً إنه كي يولي مبتدأ إذن ننتقل إلى السنتيج الفاعل اسم مرفوع لا بد من أن يتقدمه فعله إذن باش يكون عندنا الفاعل ظاهر خصنا نكون الفعل هو الأول إذن أطبق أنتج بمعية مجموعتي مجموعتي عفون فقرة قصيرة نستعمل فيها ثلاثة جمل فعلية بالاستعانة بالأفكار الآسية إذن هنا يعمل إنتاج واحد الفقرة عندما افتسح معرض الكتاب الجمل خصتكم فعلية أبوابه قمنا بزيارته فزرنا أرويقته ونحن نتصفح كتب الأطفال خاصة وفي نهاية الزيارة اشترينا بعض القصص التي أعجبتنا إذن استفيد يبقى الفعل مفرداً إذا تحول الفاعل إلى المثنى أو الجمع نعم، إذن أنا وخكي تحول هذا لماذا؟ لأن أنا الفاعل حاضر كنت أنا الفاعل غائب وخ إذن فشكي يكون الفاعل ظاهر إذن ننتقل إلى الإملاء في الصفحة 47 همزة الوصل والقبع ألاحظ وأكتشف إذن هنا السؤال أحدد الحرف الأول في الكلمات الملونة إذن هنا عندما استعمل الحرف الأول هو الألف والحرف الأول هنا هو الألف ثم هنا هذه إذن همزات هي ثلاث همزات هنا همزة وصل، هنا همزة القبع، هنا همزة وصل إذن أحلد، أعيد قراءة النص وأحدد الكلمات التي لا أنطق همزاتها وأبين لماذا؟ إذن سنقرأ هنا النص هنا همزة مدام في البداية نقرأها إذن نقول استعمل الإنسان، هذه الهمزة لا تقرأ إذن هذه الهمزة التي لا تقرأ، سنقرأ لها إذن هذه الهمزة لا تقرأ لإنسان القلم لا تقرأ، لا تنطق اخترع، لا تنطق الكتابة لا تنطق على قليل ولأهميته، هذه تنتق إذن هذه تنتق القلم لا تنتق في تلقي العلم، هذه لا تنتق، أول تنطق، ماذا؟ إذن همزة، إذن هذه جاه في الآخر وهدي تنتق ولماذا؟ لأنها ليتم في الأول الآية، هده ليتمامP هذه الحهمزة لا تنتق وأطاق، فإنها ليتمامP ، وهد وخص الإنسان، ولrows opportunity الذي يعلم الأكرم إذن الأكرم لا تنطق الذي قالها إذن هذو اللي ملونين بالزرق همزات لا تنطق إذن لماذا؟ لأنها همزات وصل لأنها همزات وصل في وسط الكلام همزة الوصل في وسط الكلام لا تنطق همزة الوصل تنطق في بداية الكلام كما هو الشأن هنا وكما هو الشأنون أما همزة القطح فتنطق في وسط الكلام وفي وسط الجملة أو في أولها هل تكتب هذه الهمزة عندما لا تنطق؟ إذن تكتب ولكنها لا تنطق وجرد الكلمتين التاليتين من ألتم وأنطقوا همزتيهما إذن إنسان إذن تنطق أكرم إذن همزة القطع يحدد في أي موضع تكتب الهمزة وتنطق إذن في أي موضع إذن همزة القطع تكتب وتنطق في أول ووسط الكلام همزة القطع تكتب تكتب وتنطق في أول الكلام ولكن لا تنطق في وسط الكلام همزة القطع همزة القطع وتحدف في وسطه همزة القطع 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 وهي تكتب وتنطق همزة القطع همزة القطع همزة القطع تبه هناية ما أعطونا واحد القاعدة كيفاش نميز بين همزة الوصل وهوزة القطع واحد الكلمة لو أعرفها واشكت تكسب همزة الوصل ولا همزة القطع نسبق لها هنا وأخرج ما نقدرش نقول إلى التنطقات نسبق لها لوا أم لا الفاء إلى نقطقات فهي همزة القطع إلا قدرت أنني ما نطقها فهي همزة وصل يعني كنديرها في وسط الكلام هذا هو المقصود كنديرها في وسط الكلام لأن في وسط الكلام تتميز همزة القطع والوصل إذن أستخرج فأستخرج إذن هذه همزة قطع استخراج واستخراج هنا لا تنطق إذن هذه همزة قطع همزة وصل ولكن هنا مدام في بداية الكلام تنطق خلص ندير لي هكما ندير لي هشك فوقش ندير لي هكما تكون في وسط الكلام إخراج وإخراج فإنسل بقل الآله فإنديرها في وسط الكلام إذن تنطق إذن هنا عندي همزة قطعة تمرين رائعة هذا أخرج إذن وأخرج فأخرج إذن هنا عندنا همزة قطعة استخرج واستخرج فلا تنطق إذن هنا همزة وصل أخرج وأخرج فأخرج إذن تنطق إذن هذه همزة وقطع إذن هذا التمرين يجعلنا نميز بين الهمزتين أو معجب القاعدة للتمييز بين همزة الوصل والقطع أضع حرفا قبلها إذن كان ديرها في الوسط كما قلت لكم الوا ولا الفا ولا الكاف فإذا اختفت الهمزة فهي وصل وإذن تختفي فهي قطع إذن ننتقل إلى صديقات الكتابية لنعود لهذا الهمزة في حصة لاحقة أقرأ منص قراءة صامتة أسجل خلالها الكلمة الصعبة إذن هنا القراءة فن يكتسب بالتدرب والتمرن ورب قارئ لم يخرج من كتاب إلا بعنوانه أما القراءة بمعناها الصحيح فهي أن تكون حوارا صامتا بينك وبين ما تطالعه صور لنفسك أن الكتاب الذي بين يديك هو إنسان يحدثك بما يرى فلابد أن تنصت وتحسن الإنصات إقرأ وناقش ما قرأته ثم طبق ما قرأته لترتقي في الحياة إذن أطبق استخرج من نص ثلاث أمثلة من كل نوع اسم النكرة واسم معرف بأل إذن غد نلونهم كما العادة إذن الإسم نكرة إذن باش كما نعرف النكرة بالتنوين إذن غني بمحتوى لكلمات فيها تنوين فنن إذن هذه نكرة نكرة صامتا نكرة إنسان نكرة إذن هذه المثلة لنكرة بالنسبة لمعرفة واضحة إذن هنا أخذنا آلف ولم ويكونش تنوين إذن تمرن إذن هذا معرفة طراءة معرفة إذن الكلمة معرفة موجودة وكترة في النصوص أكتر من النكرة إذن أنقل الجملة التالية إلى دفتار ثم أحولها إلى جملة فعلية مع إظهار الفاعل بلون مبايل إذن نأخذ هذا الجملة اكتساب القارئ للقراءة بالتدرب إذن يكتسب يكتسب القارئ القراءة بالتدرب إذن أين هو الفاعل؟ فالفاعل هو اسم مرفوع وهو الذي قام بالفعل إذن هو غالب أنك يكون مرفوع غالباً مش ديما إذن هذا هو الفاعل أنتجو وأعبر بثلاث جمل فعلية عن كتاب أعجبني ثم أربط بينها لأكون فقرة إذن هنا أخترت واحدة نموذج فقط إذن هنا أضحط الكتاب الذي أعجبك وإتضر عليه كتاب المتميز من أفضل الكتب التي قرأتها وتعلمت منه الكثير وقد ترك بصمة في حياتي وكل مرة أعود لقراءة بعض الصفحات التي أعجبتني إذن هذه بعض الجمل إذن هذا كل ما يتعلق بهذه الضواهر اللغوية وتطبيقة الكتابية من كتاب واحدة الكلمات العربية للسنة الرابعة البتدانية